المسلم أخ المسلم فالظلم في المال أن يدعي الإنسان ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه فمن ادعى ما ليس له فقد ظلم ومن أنكر ما وجب عليه فقد ظلم فمثلاً إنسان يقول هذا العقار لي وهو ليس له هذا ظلم أو ينكر ما وجب عليه إنسان يطلبه دراهم فيأتي إليه ويقول أعطني حقي فيقول ليس لك عندي شيء هذا ظلم لأخيه المسلم في ماله الظلم أيضاً يكون في الدم بأن يعتدي على أخيه المسلم بقتل في النفس أو فيما دونها ويكون الظلم أيضاً في العرض بأن يتكلم في عرضه بغيبة أو سب أو شتم أو أن ينتهك عرضه أو عرض حرمته كل هذا من الظلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله الخذران هو ترك النصرة في مقام يحتاج فيه إلى النصرة فإذا كان أخوك المسلم يحتاج إلى من ينصره ومن يعبده ومن يؤيده فإن الواجب عليك أن تنصره وأن تؤيده وأن تعينه فتركك لنصره في مقام يحتاج فيه إلى النصر هذا من الخذلان نسأل الله العافية والثالث ولا يكذبه يعني لا يخبره بالكذب لأن شأن المؤمن أن يكون صادقاً والصدق قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله عز وجل صديقاً وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فكن صادقاً مع الله عز وجل بإخلاص العبادة له كن صادقاً مع الرسول صلى الله عليه وسلم بحسن اتباعه كن صادقاً مع إخوانك المسلمين في حسن المعاملة بالصدق والنصح والأمانة إذن ليس من شأن المؤمن أن يخبر بالكذب ولهذا قال ولا يكذبه وفي رواية ولا يكذبه ومعنى لا يكذبه أنه إذا أخبر بحديث أو خبر قلت هذا كذب كلما تكلم حصل كذا تقول هذا كذب هذا غير صحيح ونحو ذلك كل هذا من الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها إذن عليك أن تحدث إخوانك بالصدق لا بالكذب وعليك أيضاً أن تصدقهم فيما إذا أخبروا بخبر فإنك تصدقهم قال عليه الصلاة والسلام ولا يحقره لا يحقره أي أن من شأن المسلم أن لا يحقر أخاه المسلم وذلك أعني معنى الاحتقار أن لا يكون لأخيك المسلم مكانة في قلبك فتزدريه وتحتقره هذا أيضاً نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة